عشرة شهداء من بينهم طفلان إضافة إلى الصحفي ياسر عبد الرحمن مرتجة شيعهم الفلسطينيون في قطاع غزة في يوم واحد هؤلاء جميعا ارتقوا إلى مرتبة الشهادة بعدما أفرغ الاحتلال الإسرائيلي جام حقده ورصاصه عليهم لدى مشاركتهم الجمعة في فعاليات مسيرة العودة على حدود قطاع غزة والتي أطلق عليها جمعة الكوتشوك الجثمين العشر انطلقت من مستشفيات القطاع باتجاه منازل أسر الشهداء لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل أن يصل عليهم في مساجد مختلفة هذا الصحف الجليل فإن شعبنا قادر على أن ينجب ألف ياسر ينقلون الحقيقة لكل العالم بأقلامهم بالكاميرا بالمقال بالموقف بالصورة بالشجاعة بالإقدام جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا الفلسطينيين رحمك الله يا ياسر السحفي ياسر مرتجة يعمل مصورا صحفيا في شركة عين ميديا للإنتاج الإعلامي أصيب في بطنه بعدما أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة الحي عليه مباشرة في أثناء تصويره المتظاهرين قرب السياج الفاصل هو الذي حلم بالسفر والطيران رحل قبل أن يحقق حلمه بتصوير غزة من الجو وللمفارقة كان هذا آخر ما دونه على صفحته على فيسبوك اسمي ياسر مرتجة عمري ثلاثون عاما ساكن في مدينة غزة وعمري ما سفرت وأرفق تعليقه بصورة من الجو للقطاع كتب فوقها نفسي يجي اليوم اللي أخذ هاللقطة وأنا بالجو مش على الأرض وبعدما شملت فعليات مسيرة العودة أحراق آلاف الإطارات قرب السياج الأمني في مناطق مختلفة من شرقي القطاع لمحاولة حماية المتظاهرين من رصاص قناصة جيش العدو منعت سلطات الاحتلال إدخال الإطارات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر فألغت دخول أربع شاحنات محملة بالإطارات كان مقرراً دخولها القطاع يوم الأحد عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع